هنسألك بقى يعني على كابتن حسام البدري ليه ما كانش بيدوم عمر مرموش لأنه حسام البدري مدرب تقليدي جدا خد سنة ونص مدير إداري في برامز أو رئيس نادي برامز فبالتالي خلاص هو اتجه للعمل الإداري ما بقش مركز في العمل الفني بشكل كبير جدا لما جه المنتخب يعني افتقد كتير من الخبرات الفنية فبالتالي ده اللي أثر عليه في الأوراق اللي قدر يعتمد عليها ثانيا هو طول الوقت راموا دانلو الجمهور يشوف جمهور الأهل عايز مين جمهور الزمالك عايز مين فبالتالي القوام بتاعه كان كل محليين يعني نظام ترضيات يعني ترضيات 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 وده ده اللي خلى مستوى المنتخب كان سيء مع حسام البدري وانه دفع اللجنة للسلسيين نهاية تمشي حسام البدري وتتعاقد مع البرتغالي كارلس كرش ده السبب الأساسي في عدم استدعاء عمر هندخل بقى على المنتخب المنتخب شايف مستوى ازاي مع كيروش تغير تماما طريقة اللعب الشكل الروح في الملعب تغيرت تماما لعبنا مطشين اوه كسبنا أنجولا في القاهرة واحد صفر وتعادلنا مع الجابون واحد ولكن رغم انها كسبنا ليبيا بهدف واحد بس ولكن الناس كانت فرحانة بمستوى المنتخب شافوا روح لمنتخب مصر اللي احنا شفناها في 2006 و2008 و2010 مع حسن شحاته فبالتالي الناس بدأت يعني تشعر بانه خلاص منتخب مصر جاي ربنا يكملها بالخير النهاردة تاخد الثلاثة بونط من ليبيا تبقي على صدرات المجموعة بشكل كبير تحسن بشكل كبير تأهل المرحلة النهائية من التصفيات ويبدأ كمان مرحلة كروش مدرب تقيل جدا ولكن جه قبل المطشين بسبوع فترة غير كافية أنه قدر يتعرف على كل اللعيبة حتى الآن في أسباق اللعيبة هو معرفهاش يعني هو يعرف المحترفين يتابع محمد صلاحي يتابع النيني يتابع عمر برموش ولكن اللعيبة المحليين هو ما شافهمش قبل كده شاف سيديهاد بس فقط اللعبين فبالتالي هو مش عارف اللعيبة دي مين بيسمع من الجهاز المعاون أنه على الأماكن اللي هو محتاجها فبيضوهم اللعيبة وده اللي حصل فيه المشاكل الفترة اللي فاتت باستبعاد أفشا محمد شريف طيب عايزك بقى توضح لنا يعني النهاردة مطش مهم جدا طبعا مع ليبيا عايزك توضح لي ايه أهمية المطش ده المطش مهم جدا طبعا ده الجولة الرابعة في التصفيات القابلة النهائية لكاس العالم مصر كسب عندها سوعة بنت متصدلة لمجموعة ليبيا يعني بتجري ورانا عندها ستة بنت مكسب ليبيا النهاردة هيرجعها تاني صدرت مجموعة برصيد تسعة بنت وتعقد المجموعة أكتر لسه فيه مطشين لنا ومطشين لليبيا الوضع يبقى صعب جدا على المنتخب المصري خصوصا أن ليبيا عملت نتائج كويسة كسبت أول مطشين أنت كسبت مطش وتعديلت مطش فبالتالي أن هي مكسب ليبيا النهاردة بيحط رجلها بشكل كبير جدا في المرحلة الأخيرة للتصفيات وبيصعب بيصعب مهمة المنتخب المصري هتبقى محتاجة تكسب المطشين الجايين وليبيا تتعصر أحد المطشين يعني فبالتالي صعوبة بشكل كبير جدا ليبيا لازم النهاردة أقل حاجة تخرج التعادل مع ليبيا طب أسأل أول يعني المطش النهاردة يعني صعب على المنتخب ولا ممكن يكسب بسهولة لا لا مش هو فيش عاجة في سهولة أو صعوبة في كرة القدم لأن المنتخب الليبي منتخب كبير جدا وهدد مرمى منتخب مصري في المطش الأولاني بشكل كبير كرة في العرضة ومحمد الشنوي أنقص كرة بس بيقولوا أن الأرض ترتين الأرض دي اللي هتعمل مشكلة دي اللي هتعمل مشكلة لمنتخب مصر ولكن أنه اللاعب اللي بين غالبتهم محليين فبالتالي يتعودوا على الأرضية الترتين هتسبب بعض العواقب ولكن المنتخب يمتلك من الخبروات الكافية اللاعبين الموجودين في المنتخب يقدروا يتعاملوا مع الأجواء سواء ترتين بقى مش ترتين خلاص هم عندهم خبروات محمد صرح اللاعب في أنضف ملاعب في العالم أنني كذلك اللاعب الأهلي اللاعبت الأهلي والزمال اللاعبه في أفريقيا في ملاعب أسوأ من دين